أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن إطلاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمبادرة سياسية تفاوضية لحل الأزمة في النيجر قائمة على مبادئ من أبرزها رفض الانقلاب العسكري والتغييرات خارج الأطور الدستورية كما ترفض أي تدخل عسكري في المنطقة من شأنه تهديد استقرار النيجر وكل دول الجوار وهذه المبادرة السياسية قال وزير الخارجية الجزائري بأن مهلتها هي ستة أشهر تكون فيها مصارات تفاوضية وتشاور مع دول صديقة ودول الجوار من أجل التوصل لحل سياسي لأزمة النيجر وكذلك ستكون هناك مشاورات موسعة في الداخل النيجري مع مختلف الممثلين وكذلك مع أطراف الأزمة وقال وزير الخارجية الجزائري بأن هذه المشاورات يجب أن تقودها شخصية توافقية تحظى بالإجماع في الداخل النيجري من أجل أن تنجح هذه المبادرة وقال وزير الخارجية الجزائري بأن هذه المبادرة هي نتيجة محادثات ومشاورات عقدتها الجزائر في الداخل النيجري سواء من خلال زيارة الأمين العام لوزارتها الخارجية الجزائرية إلى النيجر أين التقى مختلف أطراف الأزمة ورأى وجهات النظر المختلفة وربما العوائق التي تحول دون العودة إلى المصاري الدستوري كما كان أيضا لوزير الخارجية الجزائري جولة في غرب إفريقيا بداية من نيجيريا الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواص ثم توجه بعدها إلى البنين وإلى غانا وبعدها وقال بأنه هناك توافق في وجهات النظر حول تشخيص هذه الأزمة لكن الجزائر أكدت في زياراتها بأنها ترفض أي تدخل عسكري في المنطقة خاصة بعد تهديد دول الإكواص باستعمال القوة ضد المجلس العسكري ورد وزير الخارجية الجزائري على من اتهم الجزائر بأنها ترفض التدخل العسكري لإطالة عمر الأزمة وفي خدمتها الإنقلابيين وقال بأن هذا أمر مخالف للحقيقة وللواقع ومخالف أيضا للتجارب التي مرت بها النيجر حيث أن النيجر مرت بخمس إنقلابات عسكرية للأسف وفي الغالب دائما ما كانت الجزائر طرفا فاعلا في الحوار والعودة إلى المصاري السياسي وإلى الهدوء وإلى طاولة التفاوض مؤكدا بأن الجزائر هي قوة سلام في المنطقة وترفض أي تدخل عسكري وفي رده على سؤال حول طلب بلدان باستعمال المجال الجوي الجزائري لتنفيذ عمليات في النيجر قال بأن الجزائر ترفض التدخل العسكري ولن تفتح مجالها الجوي أمام أي طرف من أجل القيام بالعمليات العسكرية وأكد بأن مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون مفتوحة أمام دول الجوار وأمام الشركاء والأصدقاء في العالم من أجل حلحلة الأزمة في هذا البلد الجار